قرر مجلس الوزراء شمول شهداء حركة الاحتجاجات بقانون مؤسسة الشهداء ونقل المصابين ممن لم يتوفر علاجهم في البلاد الى الخارج المتحدث باسم رئيس المجلس احمد مل طلال قال في مؤتمر صحفي ايضا ان المجلس قرر خلال الجلسة شمول ضحايا التظاهرات بالضمان الصحي اليوم مجلس الوزراء قرر الات اولا شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تظاهرات تشرين الاول من العام الماضي وتنموز من هذا العام بقانون مؤسسة الشهداء ذي الرقم اثنين لسنة الفين وتسعة ولهم ما يترتب وفقا لهذا القانون من حقوق وامتيازات احالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق الى اللجنة المعنية في وزارة الصحة وتسهيل علاجهم خارج العراق شمول ضحايا تظاهرات تشرين الاول الفين وتسعة عشر وتنموز الفين وعشرين بالضمان الصحي